أكد الرئيس السيسي أنه سيتم خلال أيام أو أسابيع قليلة الإعلان عن خلو مصر من فيروسي وفقا لمعايير منظمة صحة العالمية أضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر حاولت معالجة قضية النمو السكاني الكبير والبالغ 105 ملايين نسمة ونقص المستشفيات بتتشيني مبادرات صحية تهدف إلى رعاية المواطنين في مصر إحنا عددنا زي ما تقال 105 مليون وعشان تبقى للمعايير العالمية في حجم المستشفات والأسرة الموجودة المفروض نزود ما لدينا بالفعل يمكن مرة كمان يعني لو كان عندنا مثلا حول رقم ممكن من ننسويش 500 مستشفى فإحنا محتاجين ألف ونفس الكلام ينطبق على الأطمم الطبية وعلى كل شيء طيب ما إحنا مش هنقدر نعمل ده بغض النظر عن الأسباب اللي هي بتاعة الزيادة السكانية فهل إحنا نقف مكتوف الأيدي قدام التحديات الصحية اللي بتقابلنا ولا أنا بكلم على التجربة المصرية واللي هي متاحة لأشقائها إحنا اتحركنا باستهداف زي ما تقال على موضوع الفيروسي على سبيل المثال كان إحنا استهدفنا هذا يعني المرض اللي كان ليه تأثير كبير سلبي علينا كمصريين وعلى أهالينا وعلى أسرنا وبلاستهدافنا بفضل اللي نجحنا ويمكن خلال يعني أيام أسابيع قليلة سنحتفل بإعلان أن مصر خلية من هذا المرض طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية ثم مبادرات أخرى كثيرة تم الحديث عنها وكانت الهدف منها أنه هو تكسيف وتركيز جهود الدولة المصرية تجاه يعني موضوعات طبية محددة تحقق يعني تحسين للصحة العامة للمصريين مع الوضع في الاعتبار محدودية قدراتنا الاقتصادية في هذا المجال